موسيقى هذه الحياة يا ناس فيها دروب كتيرة دروب بلا حراس فيها الشر وفيها الخيرة هذه الحياة يا ناس فيها دروب كتيرة دروب بلا حراس فيها الشر وفيها الخيرة وانت يا ابنة آدم تختار تختار بين الدرد ربك أعطاك العقل والسمع والعين هذه الحياة موسيقى نحن معاكم كل يوم نحكي حكايا مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة موسيقى منهم وصل بالصدق في دروب سهلة ميسرة ومنهم حياة غشة تابع دروب مع السرة تابع دروب مع السرة وانت يا ابنة آدم تختار تختار بين الدرد موسيقى موسيقى هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الأمل بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمال موسيقى موسيقى جد واجتهاد وعمال موسيقى واحنا يا ابنة آدم نختار نختار بين الدردين ربك أعطانا العقل والسمع والعين هذه الحياة موسيقى مشكلة والدنيا ما تخلم المشاكل يا خالتي الله يكون في عونكم مو أخفي عليكم ناصر قال إن المستوى في العرصة بفعلة فاعل بفعلة فاعل؟ كيف؟ هو اللي ترس العرصة خضرة وخلى السعر يدهور ما معروف؟ قال ناصر إنه تاكر من التقار اللي يقيل العرصة لكن لازم يوم من الأيام تنكشف فعلته في واحد ثاني إنسان خالتي أنت ما قدرت يتعرفي من ناصر كيف صار كل هذا؟ التقار اللي قابوا الخضرة باعوا خضرتهم بنفس القيمة حقيبة؟ ما معقولة؟ تاكر يقيق ويضيع السعر في العرصة حشان يخسر؟ ترى هذا اللي مخلينهم محتارين يا أصيلة؟ الله يجازك كل إنسان يجيب الضرر للناس لهذا السبب في لعبة في السوق تدور بالعقل يا ناس ما معقولة تاكر يقيق العرصة ويضيع القيم الحقيقية فيها عشان يخسر؟ لازم في يوم الأيام بيظهر الحق يا جماعة أنا طول عمري في التجارة وفي الأسواق ودايما يصير إن الأسعار تنقلب موازينها نعم وفي ناس تخسر وناس تربح نعم صحيح؟ إنجين قولي يا أبو سليمان نعم مو رايك في هذا التاجر بسمى قاسم اللي اشترى كل خضرة العرصة يعني داجر حب إنه يجازف بفلوسه فكر إنه يستفيد من تقلب الأسعار قال يشتري بضاعة ويوديها أسواق ثانية يبيعها لكن إذا كانت هذه البضاعة من النوع اللي ما نضيع ما قلنا شيء نعم أما خضرة فهذا اللي مخلني مهتار يا جماعة نعم نعم صحيح لا أحول ولا قوة إلا بالله أنا أقول يا جماعة ولو أني معرف شيء في السوق وفي التجارة لكن والله أعلم أني هذه لعبة يا ناصر اسألني أنا عن السوق لعبة التجارة تشوفها بعينك لكن ما تقدر تطل عليها ثبات اللهم يبعد عننا المصائب يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا جماعة أنا كل يوم أتفاجأ بلعبة السوق هذه في عالم الأثاث المعدني التجارة هذه مثل البحر الواسع يوم تشوفوا هذه ويقول للناس تفضله ولما ينزلوه فجأة يهيج ويغرق مع كل شيء اللهم ابعد عننا المصائب يا رب العالمين آمين يا رب العالمين إذا كان اللي حصل في العرصة عمل مقصود من إنسان يريد ألدي ناصر فهذا الإنسان ما عنده ضمير ولا إنسانية وبيجي يوم وبيطيح في يد الحق صدق الوالد نعم صدق إن هذا الإنسان فعلا ما عنده ضمير وما يخاف من الله يرمي البلاوية على الروس الناس هذا أكيد حاثد وحاقد عليك يا ناصر والشر طاغي على قلبه جبانه نعم إنه جبانه ولا هذي ما سواد رجال واللي باقي ينتقى من إنسان يواقه ما يطعنه فهره هذا أكيد جبانه ما يقدر يواقه الرجال هذا إذا كان له حق وفي ناس يا جماعة كذي تحب الأذى لله في لله الشيطان داعبهم نعم صحيح وحدي يا جماعة ما حيدني عادة حد ولا حيدني شتكيت من حد ولا حد اشتكى مني كاف خيري شرف بيتي لا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم يا جماعة الخير تراهم يقول عوين الناس أجناش صحيح فيهم الذهب وفيهم الخردة على أي تحال خلينا نتكلم في المهم يا ناصر أنا حاضر يا عمي عبد الله وتحت أمركم تفضلوا يا ولدي يا ناصر أنت ولدنا ولد بلدنا وعيب علينا أن نشوفك مكسور الجناع وإحنا قلسين نشوف عليك صحيح وإذا ما حولنا كلامنا هذا إلى فعل فبيكون العيب تارث يا ابن صحيح يا ولدي يا ناصر أرجوك تقبل مني هذا المبلغ البسيط وأتمنى من الله أنه يسدد ولو جزء بسيط من خسارتك اللي ما حد كانت توقعها أنها تحل على مزرعتك فجأة يا عمي عبد الله هذا الاستوى تقدير من الله سبحانه وتعالى وأرجوك أرجوك لا تحرقني أفع عليك يا ناصر ماشي بيننا حراج يا أخويا بدن إحنا أهل أخوة وولاد بلد واحدة وبعدين يا أخويا ناصر إذا إحنا ما ساعدنا بعضنا البعض وما شلنا بعضنا البعض من أي شلنا؟ يا جماعة يا جماعة الخير أنا شايف أن اللي قاس أنت تسويوا هذا ما لداعي وقلوسكم معي وقودكم بقنبي هو الخير كله يا ولدي يا ناصر السبع إذا انكسر لناب بيضرب بالناب الثاني وبيعيش وأنت في نظرنا سبع ما ينخاف عليك بس هذه عاداتنا وتقاليدنا من زمان؟ نعم نعم والوقوف جنب الإنسان اللي مصاب ومصيبة أو صارت له مشكلة لا سمح الله يا أخوي يا ناصر لابد مني نعم يا ناصر وهذا الشيء إحنا ورثناه أبا عن جد بارك الله فيكم يا أولاد بارك الله فيكم وهذا اللي كان يسوه أباءكم وأجدادكم والموروث لازم تحافظوا عليه وما تنسوه أبدا طبعا هذا اللي المفروض يصير صدقوني يا جماعة إذا تعاونتوا على الخير ووقفتوا مع بعض وقت المصيبة فما بتحصلوا واحد محتاج أبدا كل شي بيكون موجود معه حتى لبلي بيكون موجود معه حسنا الله يجعز إبليسك يا خلفاني اللي يبغى يفتريه يفتريه و الله يهنيه المهم يا جماعة خلونا في سالفتنا تفضلي أبو سليمان كمل كلامك إحنا ما لازم نتخلى عن عادات أباءنا وأجدادنا وأنت يا والدي يا ناصر الله يعوضك في اللي حصل لك من خسارة في المزرعة المهم أنك تشتغل وتشتحيلك علشان تقدر تسوي في المزرعة اللي كنت تفكر نك تسويه يا ناصر يا أخوي ترى تبرني حالي حال أبوي يعني اللي جاي من عندك إنه جاي من عندي أحسنت يا أخوي سليمان أحسنت ناصر يا والدي الله يعلم بحال كل إنسان في هذا الوقت أنا من عندي إن شاء الله أربع جواني سمال من بكرة الصباح إن شاء الله بتحصلني في المزرعة وعاد أبغي منك لمسامحة أنا وأبعدني يا عم حمود أنا وأبعدني مسموح وبالحلم وقزاك الله خير بالعكس عن اللي باغي منك المسامحة وطالب من اللي جماعة المسامحة ويا جماعة أنتم معروفكم هذا خليتوني خليتوني حتى ما عارف أش أقول إيش هذا الكلام الله يهديك بس يا رجال خذ الغوازي وتوكل على الله ولا يمكن إنهي رجع الخلاصة خلاص يا جماعة إن شاء الله أنا بأخذ هذه الفلوس لكن بشرط شرط؟ وإيش هو شرطك؟ شرط إنكم تعتبروا هذه الغوازي دين فرقبتي إلينا نرقعهم خلاص يا والدي ونحن موافقين رجعهم متى ما تريد ولما تكون ما محتاج لهم نحن نرقعهم الوالدة تسمحنا؟ لا، ما شغل في المطمق خير قاسموا هنال دوروا عليهم، وبغيرنا حساب سليم الفايل انهم يصبروا شوية مو ما غيرنا سوي بهم ما مشكلة، تخلنا في البداية نشوف سليمان وبالحصل لهم ولنا سليمان ما يبغى يقابلنا في مثل هذا الوقت ما يخلف، خلي على كيفا، لكن صدقوا انت سليمان ما يفجع كيف؟ أخوي انت عندك لكن لا، ما عندي أما قالك ان انا عندي فلوس يعني انا حالي حالك، انا مثلك، ما تعرق من فلوسك اللي طارت في الشركة ولا كيف؟ زين، انا عندي فكرة ايش رايق نروح مسقط، ونسح بنا شوية فليسات، من رباح الشغل زين، ما مشكلة موسيقى ولا اقول لك، خلنا نتصل بكاشور ونقول لي يجهز الفلوس، ويجيب نهديني موسيقى 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 ما حضرتدي يا مدير العام جرب برا ثاني يا مستشاري حاضر يا مدير العام حاضر ايش غلطك يعني ايش يسوي يال سرع موسيقى 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 حددت تصراحي موسيقى قلت عليكم موسيقى 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 جيد زيد هذا خلاص لبعدني اهلو ها من يا اخوي ما حدرت لبرة طيب حدرت هذي هنزل هين خواب هذي يمكن رايح مكان فيه شغل مهم ولا يمكن مع ظهر بنها رقدم خلي المكتب مسكر يا أخو يا خليفة كم مرة قلتلك ودائما أقول لك لازم نراقعك أشوف الحسابات أول بأول ونراقب العمال حتى ما يكون هناك كسل لكن انت ما تصل لك أخوك بدر زينو هايش الرأي الرأي يا خليفة من الروح مسقط تول والله يا سليمان اتذكرتك اليوم وقلت لازم تكون عندي موجود في المزرعة لسبب مهم نجا آخر إن شاء الله شعندك يا أخي يوم بدقي عندي بتعرف واذا كان واذا كان سبب سخيف من أسبابك يا رجال انت عاد يوم بدقي حكم آه ديكي أمبارك بس ومنهضني من نومي حتى تقول لحكم علي ومجي عندك يا رجال الشم صحت من زمان وغسلت وجهها ومشطت شعرها ونبست غلالتها الحمرة والناس راحت وجات وانت بعدك نايم يا سليمان يا أخي قول اللي عندك وخلصني يعني لو ما كنت باغنك في موضوع مهم كانت تصلت فيك من أول الصباح كل ما أقول قربت تبتعد بحيث إيش؟ سليمان بعد معاني؟ لو كان على معاندة سليمان كان زين أبوي يقدر يتصرف معاه لكن ناصر ناصر؟ ما أنا ناصر؟ كشور؟ يا كشور افتح الباب افتح افتح الباب؟ بس 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 كسرت الباب صدعتنا؟ ليش عندك؟ عندي نسخ بلمفتاحنا يا سلام هم خليني أنبحة يعني حل ليش مشغلك يعني؟ ليش مشغلك مستشاري ليش؟ ما عشان هسوي الفاتحة؟ اهي أنا مستشار ما دقاق بيبان؟ دقاق بيبان مستشار واحد دقاق بيبان مستشار ممكن هو هذا أيوه الرقال مهني؟ هانا هين غاب ينزال هذي؟ لهم يوم يجي بني عرف يمكن أن عندنا شغل برا يتابعها أو شي كده مالله ما عرف هاي ممكن رايح رقال ترا بس حد يترك الشغلة حين الصنهار ويطلع ايه الشغلة تطلع بالشغلة حد يترك المكتب ويطلع ايش شغل تطلب يا غنيفة شغل تطلب ما عرف هاي ما عرف فينزالها يجي ايه عنه يا روح ما اقول بدر ايه درج مفتوح ايش تقول؟ ايه مالله صحي؟ ايه ما تشوف جواز السفر؟ جواز سفر كاشور يعني؟ لا جواز سفر حبوتي طبح الجواز سفر كاشور لا الهي ايه ايه مبين ان حد دخل المكتب وفتح الدارق وصرق الجواز هذي مصيبة نعم مصيبة ولا غيره نعم ايه لا حاول ايه كرت الله بالله له لا حاول ايه ايه عجبان تصارب حنا ايش ما نسوي؟ انا مش نخبر الشرطة وقولهم ان الجواز ضح؟ لا 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 احضا 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 هذا عن يكون كاشور حتناق الجواز وفتاح الدرج وغضو حتى يثبت حلحد بغي يسوي لشي بس اسمعي ليش رايك احنا نمشي عن صديقه كمار كمار قادلة في المطعام بس عرفته الصديق هذا دايما نجلسوا مع بعضنا ايو 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 صح ليش بك نمشي روفنا احسن كاتورا مين راح كمار؟ وين؟ فيرو بلاد حلو خليطة كاتور راح سماية؟ سماية لا 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 هو فيرو بلاد مالوة يمزح يمزح اسمها حبيبي كمار ما لا ترى ماش يقلي يمزح مع احدها كاتورا عنه نفر كبير في اشتغل مقعن زين فيما فلوس فاجد فاجد وفيرو بلاد مالوة ما فيه يقيم مني مني مالزاني مين؟ مين؟ ارباب هو فيكو هذا كلام هو فيه يدفع سابمان متعم وفيرو بلاد سافر سافر ارباب انا فيشوف كشور فيش الماء فلوس فاجد كثير كثير فلوس كثير ايضا فلوس كثير انا في شوف ما فلوس كثير كشور علينا ارباب كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا مرة فوات فرصته والفرصة مرة وما تعود مرة وما تعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لو سمحت السلام عليكم وعليكم السلام مهندس سليمان في حلتنا انا مسالم بك صراحة ما توقعتك انك تجي نعم ايش السافة جاهبني من نزوة لين السرور خير ان شاء الله يعني انت الحماشة السافة بعينك تقصد المزرعة ايوه هذا اللي كنت اريده انك تشوف ايش اللي عملته واخذ رايك انت تريد راييانا ليش لا شوف يا اخوي يا مبارك انت لو حضرتني مزرعتك هذي كلها كلها باللي فيها بعد نزيل وببلاش بعدني ما ابغاه بل 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 يعني لهذه الدرجة الحين المزرعة في نظرك ما حلوة ولا تسوي شيء لا يا اخوي يا مبارك لا انا ما قصدي بش ما معقول ان انا اجلس فاضل جيل وانتظر واحد يتكرم ويتعطف عليك ويشتري خضرتي صحيح صحيح من السليمان انت ما تفرشت على الطريقة العلمية الحديثة للزراعة بالماء وانت داخل يا مبارك يا اخوي انا ما جاي هنا علشان اتفرج المنتح انت عصابك اذا كنت فا مرتاح معاك المزرعة خلنا نروح المكتب خلق الله الله ايش تسوي ايش تسوي ايش تسوي ما حقول ما حقول ما حقول يكون سافر وشال الفلوس معاك ما حقول ما حقول ما حقول ايش رايق نروح البنك ونستأل على الحساب ما حصل اكيد سحب الرصيد تراك انت ماطن التوكيل كلم منك انت لا تجل قتل يحطي خليفة خليفة ارجوك لحظة انا عندي رايق ايش رايق نروح نسأل شرطة المطار والحدود ونتأكد اذا سافر او لا الشرطة هايوا هايوا الشرطة صح هيا خليفة انت شك الشرطة صح الشرطة الشرطة اظن انك كنت احلم بمكتب مثل هذا ومكيف وتليفون واشجار حلوة ها وما شبه ذلك ما كذا بصراحة بعدني احلم بس ما مثل مكتبك هذا السلام وويش في مكتبي هذا يا سليمان هذا هذا مكتبك انا احب اني اكون في وظيفة محترمة وظيفة احس اني انا انسان مهم فيها ما اروح اورط نفسي بسلفة من البنك واسوي مكتب من تشينكو واسوي مزرعة واضحك فيها على نفسي احسليمان هذه مسألة شكلية ما مهم المكتب المهم العمل نفسه المهم ايش بتحقق من خلال عملك الله يهديك يا بارك انا ما ناقص لمحاذرات يا اخي بس انت شوف بنفسك ناصر مثلا حقق مركز محترم بدون مكتب وبدون جهادة وهذا هو تقدم لكم وخطب اختك وابوك اعطى كلمة وهذا دليل يا اخ سليمان ان الانسان ممكن يحقق مركز محترم بدون مكتب فخم ورفاهية زيتة انت مهندس زراعي محترم وتعتبر نفسك انك انسان مهم شوفت كيف رحبت بناصر وقبلت ان يكون نسيبك انا وبعدني انا ما رحبت بناصر ومستحيل اني اوافق على هذا الزواج لكن ناصر قال لي انكم اعطيتو كلمة والله هذا كان رأي ابوي الله يسامحا لكن انا مستحيل ان اوافق على هذا الزواج لكن ناصر قال لي ان كان ناوي يستملك بعد ما يبيع المحصول انا 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 ما اتدخل في هذه الامور وبعدين هذه من اختصاصات الوالد انا استاذن انا اكون اشغلك زين لا سليمان كمل عصيرك اقل حاجة مرة ثانية يا خنبارك خليفة! علامك! اش فيك! طهر! خليفة! خليفة! لا اتوضحني في الشارع! لا اتوضحني في الشارع! خم! خم! لا اتوضحني في الشارع! خم! الناس اتعاد علينا! خم! اتوضحني في الشارع! والشرطة اكدت لانه راح براء اعمان! سافر! هرب! طار! 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 وخلالها مرة على حديدة! ده خليها الدنس! حديها مسكدة! لا! ما يسوي بعد! شار كل الفلوس! وسكر لها صاحب! سكر له صاحب! انا لو اشوف كاسور هذا قدامي كنت بعطيك كفين مرة! اخلي ماشي قدامي! قدامي! انت محبا بجوه قدامي! محبا بجوه قدامي! يا ربي! يا ربي لايش اسوي! ايش اقول عقمي! ايش اقول! يا ربي! يا ربي! خلاص يا خالتي! البنت ما مثل اول محبوسة بين اربع جدران ومالها راي! لا! الحمد لله اليوم البنت صارت تشارك في كل المجالات! الحمد لله يا بنتي! الحمد لله! باعتقادي ان التقدم ماشي مع الطرق المعبدة! وينما الطرق المعبدة بتوصل بتجيب معاها كل شيء! حسنت يا بنتي يا مونيرة! كلامش حلو! صحيح يا مونيرة! بتجيب معاها كل شيء! يعني الشين والزين! الله يساعد الجميع يا بنتي يا صيلة! مثل ما قالت للاخت مونيرة! كل ما كان الطريق سليم نوصل بسرعة! لكن لازم نكون حذرين! ونختار دايما الجديد المفيد! لكن ما اي جديد! ما شاء الله! ما شاء الله! وهذا هو الراي الصواب في نظري! انا باتفق مع زيانة! وبعدين! مو كل شيء قديم معناه ان الممتاز ومسلم به! احنا لازم ناخذ الحذر في التقيد الاعمى بكل شيء قديم! نتمسك بالصواب والحسن! ونترك الموروثات السلبية! كلامش احلى يا مونيرة! لكن يا بنتي انا ما فهمت ايش معنى كلمة الموروثات هذي! انا بقول الشي الوالدة! يعني الاهل لما يبغيوا يزوجوا واحدة من بناتهم حال واحد هي ما بايتنا ولا راضية بيه وهم مقتنعين فيه في نظرهم ان هذا هو الصح! لكن لما هي تبغى تتزوج واحد هي بايتنا ومقتنع فيه في نظرهم ان هذا شيء خطأ! مستاش الله بن خير ما? الله يمسيك بالخير يا ولدي! الله يمسيك بالخير! ها خالد زين بشري! ايش اخبار الشغل معاك في المصنع؟ والله! يقول ياريتني تارك ذيك الشغلة من زمان! لان هذا الشغل هو بي نشط القسم! وتو ما يحس بالمرض البر! يعني صحتها زيني؟ الحمد لله! احسن عن قبل! الحمد لله! من زين خالد والدي! نعم ما! انا باغي اكلمك في الموضوع! تفضل! تفضل ما يجي! ها! خالد يا ولدي! خير! نجيت للصراحة! انا بعدي ما مرتاحة! وما برتاح! الا يوم اشوفك بالزوج! هذا يوم المنا عندي يا خالد! وانت عزيز وغالي! برتاح وبفرح! لما اشوف اولادك ولعبوا قدامي! فهذا عنديش حق يا ام! زين! انت اختار البنت اللي تبغاها! وانا مستعدة ازوجها حالك! ما! نعم! ابوي ابو تختاريها انتي حالي! انا موافق عليها! وبدون شروط بعض! زين! خالد! ها! اقول! ايش رأيك في زيانة! اخت صديقك ناصر! والله! ما اخفى عليش يا امي! ايها للبنية بوحط عين عليها! ها! يعني القلوب عند بعضها! زين يا ولدي! من بكرة ان شاء الله بنصير انا وانت وعمك جمعة! نخطبها حالك! لا 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 لا! الله يهديش يا امي! الوقت بعد ما مناسب! وليش ما مناسب يا ولدي! ما! انا ما بغي ناصر يظن ويفتكر اني انا لما ساعدته لما خسر في العرصة اني انا ما اسكنه من اليد اللي توجعه ويقوم يوافق قصبين عليه! بعدين البنت بعدها تدرس فيه معها التمريض نزوى! لا يا ولدي لا! انا ما اضن ناصر يفكر فيك بالطريقة هالي! لانه هو يعرفك زين! وبعدين مسئلة الدراسة بالنسبة لزيانة! محلولة يا ولدي! انا اللي بربي لكم اولادكم! كي انا ربيتك! ورايح اربيهم هما! واخدمهم بعيوني! الله يخليش يا امي! الله يخليش ويحفظش! بس انا بعدنا اقول اخلي الامور تهدى شوية! خير ايش هناك! والله يا بنتي يا صيلة! انا محتارة من من البنات اختار! بصراحة كل وحدة احلم الثاني! محتارة في ايش الوالدي! محتارة من اخ طبحان سليمان! مرة تجي في خاطري زيانة! ومرة منيرة! وكل وحدة احلى من الثاني! يا الوالدة! ارقوش الله يخلمش! لا تقوم تحقيني قدام صديقاتي! وتقيمي هذه السالفة! محتارة الوالدة! كي موت ومتي نازل العرصة! او نازل سوق! بغي تنقي وحدة فيهن! كيف يختار عائل عرايس حق اولادهم؟ يا الوالدة! تنقايا حال الطماط! حال البصال! حال الملفوف! حال خضرة! ما حال بنات الناس! الله يهديش! انت كأنش ما تبغي واحدة منهم عروس حال اخوش! يا الوالدة! يا حبيبتي يا امي! ما في حد ما يبغى حال اخوانا الخيع! لكن عاد بصراحة لا تزعلي مني! ولا تاخذف خاطرش مني! سليمان لا ينفع لحها زيانا ولا حامونيرا! وليش حال؟ يا الوالدة! سليمان مرة ياخذ مني ش انتي! ومرة ياخذ مني انا! مسوي نفسه كما الصغيرين الصغار! يا الوالدة هذا كيف يقدر يفتح بيت! كيف يقدر يصرف على زوجته ونفسه! خبريني! هذا كيف ممكن يكون ربه اسره وزوج وصاحب بيت! كيف! تسلم ايديش يا نصرق! اه اه! هذا اللي انت شاطر فيه! تاخذ الدواء وتسلم ايديش يا نصرق! اما انت عقيبة يا حب! حتى كلمة تسلم ايديش ما تبغينها يقولش ياها؟ ابوي كلينا وشربنا وشبعنا من هذا الكلام الزين! انت لازم تفكر في اولادك! اولادك اللي ما عمرت لهم شي غير السكري! العافية من الله! ما قلنا شي! بس فتح عيونك شوية يا رجال! الوظيفة وانت ودرتها! وقمت اشتغل مع ولد اخوك في المصنع! فتح شوية فلا فتح! يعني كيف تبغيني ما اشتغل في المصنع؟ شوفوا الحالة يا ناس شوفوا! انا ما باك تطلع من المصنع! بس انا اقول حرق نفسك شوية! تمسكن! تملق! تشاطر شوية! يعني حرق نفسك! يا نصرة! خالد! يقول اني اشتغل مثلي مثل غيري! انا اللي ملاحظ انه انه ما يخليني اتعب! صاحب المصنع ولد اخوي! وعارف ظروفي! انا ما اتكلم عن التعب والراحة! انا ابغى اشوف الراحة هنا في بيتنا! خالد ومسولي راتب زين! ويش اريد اكثر من كذي! هلك تيني يا حرمة! يا ربي! نيل متى بس بتم اتكلم وينبح صوتي! افهمني يا رجال افهمني! انا ما اتكلم عن المعاش! قصري حسش يا حرمة! الدكتور قايل محني زحلي! فهمتي! انا ما اتكلم عن المعاش به طفلة عن المعاش بشيء ليهما وينبح بشيء جيد أنك مخدر فيый الصفل! خليفة ما لك يا ولدي بس صراحة انت من يوم ما يوم ما مسقط وانت ما عليك الحال علامك خبرني لا 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 ما في شي ما في شي بس انت عباني من الشغل يعني فقلت ارتاح يعني ايه بس يا ولدي اللي بيرتاح غير وانت كان يشوفك مهموم شاء الهموم الدنيا على راسك ايه مهموم مهموم على قيراني على اللي صار لناصر يالله تنعاني تحاتي القيران الله يرضى عليك بس ويهديك تبا صديد يا ولدي انا ما بغيت اخبرك منك قالت تام ناصر لكن عدراني ما قدرت اضم عانك ما يهمي كمان لا تشيل يلهمي ولا تشيل يمخاطرك احنا الحمد لله نعرف كيف نتصرف مع الناس باخلاقنا انا يا ولدي انا مالله ما علي من الناس وكلام الناس انا كل اللي هام مني انت انت خبرني ايش فيك ايش اللي حاس فيك لا اضم عني شي انا اللي نفعك يا سيف انا بصراحة فكرت وقلت لنفسي الي متى ظلما غير شغل وقلت لنفسي ما الي مكان غير عند سيف على فكرة انا ذيب ذيب في الاعلاقات العامة شوف انت انت يا بدر انت ما بقيت فيك ثقة قدام الناس ولكنت قلت لك يا بدر تفضل استلم المكتب الصراحة انا سمعت انك تدور على موظف تسلموا المكتب بعدين اذا انت موافق فيه ما متطمن مني تفضل جربني شوف شغلي بعدين حكم بدر انا لا يمكن انسف فعلتكم في العرصة انتوا قاسموا خليفة خليفة هذا خلاص اناويات قاطعنا من زمان كيف هذا انسان متحور في تصرفاتهم تصرفاتهم تصور يا سيف خليفة رأى عن بيتهم بعشرة الاف ريال عماني وراح يسلم الفلوس لواحد اسمه كشور رأى عن بيته كي انت ما عندي خبر لا الله ما عندي خبر وبعدين من كشور هذا كشور هذا واحد خلى خليفة مر على حديدة قلت له لا تعطي فلوسك لا تعطيه لا تعطيه لكن تكلم منه ولا بحث رأى حطى تفويض كامل على كل شغلة زويها وقال كشور ضرب الفلوس وروح تفويض اعنا بقول لك يا سيف ترى الخليفة هذا فتح مكتب مقاولات بالمبلغ اللي رح نبال بيته وراح جاب عامل وافد اسمه كشور وسلم الشغل نصحته 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 ليه تعبد لكن ماشي فائدة قلت له يا خليفة لازم تشتغل وحدك لازم تسلم شغلك وحدك لكن ماشي فائدة وبعدين وبعدين مثل ما قلت لك عطاعت وكيل كامل وحرية بالتصرف بالفلوس اللي عنده ولا بحد وقع له على بياض والنتيجة النتيجة يا سيف قلت له انت غلطان يا خليفة غلطان ما عطان واجه حذرت من كشور هذا عصب علي قلت له بيأكلك يا خليفة بيأكلك ومثل ما قلت له صار اللي صار ويش اللي صار لحفل فلوس وسافر خليفة صحيح انك رهنت البيت بعشر تلاف ريال وعطتي الغوازي حلكشور وش سيف ارجوك قول الصدق يا خليفة قول الصدق صحيح انك شرحة العشرة الاف وهرام ارجوك ارجوك يا سيف ارجوك ترملي متعرف عن شي وذا عارفت ربت رح فيها مما اتحمل الصدنة خليفة خليفة ما خليفة خليفة ما خالصار وخالصار اخيري شف lazy خليفة ما خالصار كلا من بك كلا من كتب انت استرد مني بالضبط استرد مني ما تقلي بيفتك بسؤول عني بخالي بفتك بسؤول عني انا حر! انا حر! انا حر نفسي يا اخي! ومعني تعال! صدق لي! اذا صار لامي اي شيء اتلت عامل مزئوليا! فاهم ليها! انت بدل ما قاس تلوم لك لا! ساعتصر بالاسعار! خات صار! خات صار! خات صار! خات صار! خات صار! نظر الا احساسي! عبوقة.onia! خلا تذكا! اهلا! اهلا! أهلا! نصد بدورانا سليمان.. سمعني قاسم ربعد وقع بطيمي مالفق به واحد منل مدين هذه اللعبة ليست معنا يا بوي أنا قالس أكلمك موضوع و إنت قالس حاول تفهمني أنك لا قادر تتكلم لأن معك حد آه... آه... solution أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً سماعني سليمانو أنا أبغى الفلوس وقتاني إن شاء الله في الأيام الجاية لا جاية ولا سايرة الأيام تمشي بسرعة يا سليمانو والواحد ما يعرف متى عمري يخلص سماعني سليمان أنت لازم بكرة تفيد في حقوق الناس تهمت؟ زين 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 بكرة بكرة أنا ما أضغط عليك يا سليمان أنا أجيك إلى النزوة بنفسي لا لا اسمع يا سليمان مكر الساعة العشر الصبي أنت تدرك عن قللة نزوة نفهم؟ يا دكتور ضمن كيف مصحت؟ أمك كانت في حالة خطرة جداً ولكن الحمدلله وصلت المستشفى في آخر لحظة هايش كان عندها بالضبط يا دكتور؟ عندها جلطة جلطة؟ ولكن إذا تكررت هذه الجلطة مرة ثانية بتقضي عليها أكيد تلقت صدمة وما قدرت تتحملها طيب دكتور ممكن أن أخذ نشوفها؟ لا لا ممنوع تشوفونها نائياً إلا لما تتحسن بعدين أعتقد ما فيه داعي تجلسوا في المستشفى عندنا ذلك شكراً دكتور حسابي معك بعدين مالحي حسابك مع ضميرك يا خليفة كان المفروض أنك تفكر كثير يا خليفة قبل لا تفرط فرح للبيت بعد إذنك ترجمة نانسي قنقر الموسيقى 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 سليمان ما فيك يا أخوي؟ الله يألم بالحال يا أصيلا سليمان يا أخوي قم اخرج من هذا القو الكئيب اللي انتقالس عايش فيه روح اقلس مع أصدقائك سير تنفه شوية كيف بس كيف؟ روح شوف لك شغلة تدخل بيها إلى الحياة العملية المنتجة الحياة العملية المنتجة كلام محفوظ عن طهر قلب يقولوه دايما في المناسبات الجميلة شوف سليمان كان عاد قايمة تمسخر وتضحك على كلام خاصة نرايحها لحظة 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 يا أصيلا لحظة هذا إذا كان أنت أختي الحنون المتعلمة ما تفهميني ما تبي يفهمني بس في هذا البيت انزيل سليمان يا أخوي أنا أختك صارحني ايش فيك؟ بصراحة يا أصيلا أنا 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 باغي 200 ريال ايه؟ اهو ميتين ريال مرة واحدة ليش ما غريت نسوي بهم؟ وعدة يا أصيلا أني أرجحهم ليش؟ من أول راتب استلمه سليمان أنا صار لي أكثر من عشر مرات أسمع هذه الكلام منك وبحتين تعال 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 أبغى تخبرني انت وين تودي هذه الفلوس ها؟ كيف يعني يا أصيل أنا ما أخوت العزيز يعني؟ سليمان انت أخوي العزيز وانت على عيني وراسي والفلوس فداك لكن يا سليمان يا أخوي أنا أتمنى أشوف هذاك اليوم اللي انت قابل فيه وظيفة تشتغل وتستلم هذا أول راتب اللي قاس تتكلم عنه زين الله خلي تخبر يا أبوي خلي الموضوع سر بيني وبيني انت زين سليمان أنا بعطيك الميتين ريال بس بشرط تقول لي حال مو باغنين خلاص خلاص ما هريد منت ولا بيسة فتحت اللي محذر تحقيق خلاص يا أخوي لزة على نفسك كلها دقايق وبيكون المبلغ عندك زين؟ خلاص ما هريد منت بدل المترجم للقناة 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 هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الأمل بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل بسهل 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 من العقل والسهل بسهل بسهل بسهل